الخلفية التاريخية للسيارات الكهربية بدأت امتى السيارات الكهربية والكلام ده طبعا الكلام ده هنمر عليه مر الكرام زي ما بيقولوا هيبدأ هنا بتكلم عن بداية أو تاريخ السيارات الكهربية بدأت في منتصف 1830 يعني بدأ ظهور أول تجربة السيارة كهربية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1830 هتقولي طب من 1830 لحد دلوقتي يا دوبك احنا بدأنا نسمع عن السيارات الكهربية من 20 تل لا السيارات الكهربية موجودة من زمان جدا كمان سواء كانت أحجامها الصغيرة أو الكبيرة بس بدأت تنتشر الأنواع التجارية في الفترة الأخيرة انتشار كبير فانت هتشوف هنا تشوف التواريخ بقى وبدأت مش عارف في عام كام والأمريكان بدأوا فين والأوروبيين بدأوا فين وهكذا فده كانت أول سيارة كهربية بوسطة سيمينز كانت 1904 بدأ تمام سيمينز ده عمل أول سيارة كهربية سنة 1904 وبعد كده توماس اديسون عمل سيارة كهربية برضه في الفترة من 1907 لحد 1939 وبعدين بدأ تمام يعمل تريبلون سيارة كهربية بالشكل ده هي عبارة عن سيارة عادية بس في الأخير بتشتغل ببطارية وخلاص برضه السيارة الكهربية الأشكال المختلفة كلها كانت زي عربيات العيلة الصغيرة كانت في الأول أو بيستخدموها في الجولف أو بيستخدموها في أماكن خاصة أما الصنع البداية تمكن تصنيع والانتشار الكبير بدأ في 2007 من شركة شفرولي فولت والسيارة دي منتشر لحد دلوقتي انتشار كبير وأنا هبدأ أشرح على شفرولي فولت دي كتير العربية الشوفر دي اللي هي فولت احفظها فيه فيرجن من عربيات شفرولي تمام اللي هي ايه فولت فولت أو سيارة كهربية بعد كده في سيارة كهربية بطلعت في 2008 ودي برضو هندرسها تيسلا روديستر ودي عملت يعني ضجة كبيرة جدا الروديستر دي أول ما نزلت أحطي لكم يا أخوانا تفاصيل أنا مجاهز التفاصيل والداتاشيت بتاعت كل العربية لأن احنا لازم نعرف كل العربية نوع الموتور اللي مستخدم فيها ايه تمام البطاريات اللي بتستخدم فيها ايه الشركة بتاعت فولت دي أو شفرولي عملت البطاريات باستخدام ايه الموتور بتاعها ازاي الكنترولر بتاعها ازاي فأنا عايزك تحفظ من دلوقتي انواع السيارات شفروا ليه فولت تمام وتسلا روديستر تسلا روديستر دي بدايت وما زالت منتشرة لحد دلوقتي بفرجاناتها اللي هي لحد 2022 أو 2023 طبعا روديستر بدأت في 2008 طبعا بيقولك حتى السيارات اللي هي كانت على القمر دي كانت سيارات كهربية تمام بقى كده بدأت كلم على تاريخ السيارات الهايبرد اللي هي ايه السيارات الهاجينة ان هي اللي والله هو الاساس اللي هو محرك الوقود العادي بتاعنا ويراكب معاها موتور كهرابي بيشتغل بعد ما يخلص الديزل او يبدأ يتعامل مع الكهرباء اللي موجودة طبعا هنا بتتكلم بقى على الانواع والنمزج المختلفة زي شركة اودي مثلا عملت مش عارف طراز وطورته وسمته كذا وشركة هنداي عملت كذا اهيه تمام هنداي قدمت مش عارف لان الموضوع ده شغال من فترة من اكتر من دلوقتي ايه 25 سنة من اول 2007 لحد دلوقتي مثلا الناس كلها ايه قادة تتنافس في رؤيتها في انتاج السيارات الكهربية زي هنداي وزي تيوتا تمام وبدأت تصنع فورد مثلا بدأت اول سيارة هاجينة بسموها فورد سكيب هايبرد هنتكلم عنها تمام وعملوا سيارة بورش هاجينة برضو وبعدين عملوا سيارة هاجينة فيت سيارة الفيت عروفة طبعا وسيارة هاجينة من هندا تمام وفورد عملت فورد سكيب اللي احنا قلنا عليه من شوية دي سيارة هاجينة موجودة لحد دلوقتي يبقى الفصل ده انا مش هتعمق فيه في الكلام لانه معظم كلام داخلي هو بيوريلك بيعرض عليك بس تاريخ السيارات الكهربية بدأت امتى السيارة الكهربية تمام ايه لشركات اول سيارة لكل شركة بدأت سنة كام تبدأ على فكرة انها تعمل سيارة هاجينة